بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الرحيم موضوعنا النهاردة حل مشكلة جوجل اكاونت بالنسبة ل سامسونج اسي سفين الموديل معنا النهاردة جي تسع وميه وتلاتين اف هنبدأ على بركة الله انتبه في الاعدارات طبعا هنرفع الابليكيشن اللي احنا هنستخدمه في فك الحساب وهنحتاج برنامج عمل اتصال وهمي هنرفعه بعض أسفل فيديو ومحتاجين فلاش مموري مدخل يو اس بي او 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 تيجي هنبدأ على بركته الان نحاول ان احنا نعمل اتصال وهمي احنا نعمل اتصال ونضيف اسم جديد احنا نعمل اتصال ونضيف اسم جديد احنا نعمل اتصال ونضيف اسم جديد كده تكون محتاجنا للكمبيوتر امتعه بالنسبة لعمل اتصال وهمي هنبدأ هنقش عندنا هنا جميل هنخش عندنا على دائر نمو احنا نضغط عندنا على دائر نمو يفتح انترنت جميل هنعمل عندنا هنا او هنحمل لتصالح على طبيع المثال اتصال لا تطبيق سوف ندخل على سوف ندخل مثال سوف ندخل على بوك ماركت حيثوري سوف ندخل الكلام سوف ندخل على البرنامج سوف ندخل على فعل وندخل فعل سوف ندخل هنا سوف ندخل سوف ندخل لجوجل نفتح سوف ندخل سوف ندخل سوف ندخل بعد ذلك سوف ندخل سوف ندخل thì سوف ندفع جوجل ندخل و سوف ندخل وسوف ندخل هنا در helfen سوف ندخل حيارات حس اللي عندنا هنا نكتب الاميل جوجل بتاعنا كده هنعمل رسترد بالجهاز لديكم مشكلة الفلاشة خلصت وش محتاجينها بعد كده هنفتح الجهاز ونعمل اعدادات عادي كده هنفتح هنفتح لحده احمد هنفتح 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 لديكم ماذا لدينا هنا؟ انتهى من العدلات المتعطة نكست نثنى نحن نكس نحن نبدأ نحن نبدأ نبدأ نستطيع أن نفتح الجهاز نضع الأمور نضع أبدا نضع أبدا نضع أبدا نضع أبدا ثم نضع أبدا نضع أبدا نضع خطة دولد نتقدم أننا سوف نقوم بسيكان الجهاز سوف نضع أبدا في أبدا و مقارن ننبص عندينا فر بي لك أف وبكده نقدر ان احنا نقوم بعمل فرمات الجهاز بدون اي مشاكل او نقوم بعمل صفت وور للجهاز بدون اي مشاكل وانتظروا ان شاء الله في شرحات اخرى كان معكم احد المهدي فريعة الاخصائية والسلام عليكم